موسيقى منرحب بحضرتكم من جديد في رأي عام الكل يعلم جيدا أن قطر دولة غنية وتتباهى دائما بثرائها الفاحش وبالتالي المنطق يفترض أن هذا الثراء ينعكس أو يظهر على الجميع من رأس الدولة وحتى أصغر مواطن لكن الواقع غير ذلك ألاف من المواطنين الغارمين والغارمات في تهديد أمامهم تهديد ومهددون بالسجن بسبب الديون طابير أمام صندوق الزكاة والجمعيات الخيرية لإنقاذ هؤلاء المهددون بالسجن وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لذويهم خاصة من السيدات المعيلات لكن في المقابل هذا الصندوق وهذه الجمعيات تنفق بل وتغدق على الجمعيات أو الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة والإرهابيين الذين تدعي حكومة الدوحة أنهم معارضين لها في دول أخرى ولجأوا إليها كلنا تبعنا في الفترة الماضية تسريب حمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر الذي تكلم فيه عن دعم المعارضة البحرينية المسلحة من خلال الجمعيات الخيرية القطرية بحجة أنها أموال تبرعات لدعم جماعات حقوق الإنسان وغيرها هذا التسريب أحد الأدلة التي تثبت أن حكومة قطر تنفق أموال مواطنيها لدعم أنشطتها الإرهابية في دول الجوار بحسب تسجيل صوتي نعرضه ونبثه على حضرتكم الآن مواطنة قطرية استنجدت بالجمعيات الخيرية لإنقاذها من السجن بسبب ديون عليها وبدل ما تسرع هذه الجمعيات لإنقاذها بدأت تعرقل عملية الحصول على المساعدة بداية من طلبات زي طلب خطاب من المرور بأنها لا تمتلك سيارة وغيرها من العرقيل المواطنة القطرية التي نسمحها دلوقتي بتتكلم عن سيدة يعني تعاني أشد المعاناة ومهددة بالسجن لإن عليها ديون تتكلم أيضا المواطنة القطرية عن حصول طوابير من المقيمين اللي هم يعني مش قطريين مقيمين على تبرعات من الجمعيات الخيرية رغم أنهم مفترض أنهم يكونوا دخلوا قطر بتأشيرة عمل وعندهم رواتب بتكفيهم يعني في مقابل أنه لا يتم الاهتمام نهائيا بالمواطن القطري ولا يتم مساعدته إزاي فقدت الحكومة القطرية ثقة فئة كبيرة من شعبها وغلبت مصالحها الخاصة على مصلحة المواطن القطري ده اللي هنقشه مع ضيفي هنا في الستوديو ساعدة السفير أحمد خطاب مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في وفد الدبلوماسية الشعبية وعبر الأقمار الصناعية من لندن الأستاذ علي آل دهنيم المستشار السابق بالمخابرات القطرية مرحبا بضيفي الكريمين هنا في القاهرة وفي لندن لكن قبل ما نبدأ مناقشتنا خلونا نستمع إلى هذا التسجيل الصوتي لمواطنة قطرية تسجل شهادتها عن واقعة شفتها وعاشتها بنفسها نسمع مع بعض السلام عليكم ورحمة الله أخواني أتمنى أمانة في رقبتكم أن أي حد توصل هذه الرسالة أن يساهم في نشرها حتى توصل لأكبر سلطة في البلد أنا ما كنت أصدق الناس اللي يقولون أن صندوق الزكاة والجمعيات الخيرية ما يساعدون أهل قطر وأن يطردونهم وأنه 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 قصلت فيني واحدة أمس كلمتني عن خاصة عن طريق السناب واشتكت لي ظروفها وقلت لها وفري لي المديونية ووفري كشف حساب ست شهور وجيبي كذا كذا ورحت خدت اليوم عطتني عنوانها ورحت خدت اليوم الساعة ثمانة الصبح ورحنا صندوق الزكاة وطلعت الدور الثالث عند المدير نفسه وقلت له هذه كطرية وكذا كذا حتى أكل ما في بيتها عيشة ما في بيتها حالة لتحالة كل راتب زوجها تغريبا 16 ألف يروح للمديونية كان علي أحكام وكذا في بنك الدوحة وتحول البنك الإسلامي شرمت يونيتا والحين هو اللي يدفع حق البنك الإسلامي وظروفهم جدا صعبة يعني لا يكلف الله نفسنا إلا وسعها فقال لي لا لازم يجيب كذا يعني طلبات عطاني ورقة ما لها أول ولا تالي تروح تجيط خاطب المرور إذا كان عندهم سيارات ولا لا عندهم يخاطبون المجموعة عندهم أسهم ولا لا له وعياله يروحوا سجل التجاري يجيبونه ما يثبت أنه ما عندهم سجل تجاري يعني شيء ما لأول ولا آخر قلت لي يا أخي هذه مواطنة وجايتك متقصب بالحكي ما تقدر تكلم العب رواقفة في حلقها أنا أتكلم عنها بدل ما تفزعون لها بدل ما الحين توقع لو رقها الحين تعطيها علق الخمس تلاف عشر تلاف تشتري أقراض بيتها توكل عيالها وتشربهم لحد ما تنظرون في حالتها اللجنة على قولتك تشوف حالتها تقول روحي جيبي وجيبي أنا الحين شلتها في سيارتي حتى سيارة ما عندها رحنا الجمعيات الخيرية نفس الشيء ما كنت أصدق سبحان الله اعتبروا زوجهم الغارمين قالوا من الغارمين اللي في السجن سبحان الله تنتظرون الرجال لحد ما يسجن ويفقد وظيفته ويفقد بيته وعياله وفي الأخير تسدون ديونة اللي إذا كان في السجن قسما بالله ما صدقنا فيه حد من هالقطر محتاج لين شفت المراثي فنفس الشيء الجمعيات الخيرية قتلهم قسما بالله لو يدرون أهل قطر هذا لنفعلين الخير اللي يجبون لكم الفلوس ويجبون لكم الخير يحطون عندكم يقولون لكم وصلوه للمحتاج يدرون فيه وحدة من هالقطر وصلت الجمعيات وما في عيشة ولا أكل ولا شرب في بيتها وانتو تعرفون ذا الشيء وهم لو شافوها قسما بالله أن يشيلون فلوسهم من عندكم وأن يسددون دينها وأن كل واحد يمشي لها ما عاش هي وعيالها ليش تم عاملته هالقطر كذا يعني صندوق الزكاة طوابير بالأرقام مقيمين طيب هالقطر يعني وين محلهم من العراب وين ليش المساعدة ما تتم حقها هالقطر ليش هالطلبات هذه اللي ما أنزل الله لها من سلطان ليه يعني رجالها ما قدر يوصل عشان ويقولهم أنا محتاج أنا ما عندي أكل أنا ما قدر أوكل عيالي أنا ما قدر أسوي أنا ما قدر أفعل يا أخي موجيين يقولون لك احنا ما نبغي سفر ونبغي تذاكر جايين يقولون لك ما عندنا عيشة وقسم لكم بالله من أهل قطر لا مجنسين ولا هم يحزنون من أهل قطر من أصل قطر يعني لوين أيش اللي تبغون توصلون له يا أخي جحة أولى بلحم ثورة صرتوا عين عذاري تسقل بعيد وتخلي القريب لا أهل قطر مش محتاجين وذيلا المقيمين هم المحتاجين أخوش والله سبحان الله يليت الرسالة هذا صوتي يوصل العالم كل اللي في قطر في يوم وليلة دبرتوا ربع مليون حق أهل سوريا عشان الشوء وقيل وقال وفلان يتبرع وفلان دفع عشر تلاف وفلان أمية ألف وفلان مليون عشان الشوء عشان الإعلام رياء لكن هذي لأنها القطر المطلقات والأرامل والفقار والمساكين ما حد يعرف عنهم شيء ولا حد يبقي يساعدهم ولا حد يبقي يعترف أنه في حد مسكين وحد فقير وحد محتاج هذا هذا اللي الله بيسألكم عنهم يوم الغيامة ما رح يسألكم عن أهل سوريا وإهل العراق ولا أهل فلسطين بيسألكم عن أهل قطر أهني الأجر في أهل قطر وأجر مضاعف أجر الصدقة وأجر الإحسان وأجر الغربة فأتمنى أن كل واحد يفيق ويصحى من هال الخربيط من هالرياء كل واحد يزكي ويسوي عشان فلان بين فلان زكة والله العظيم وقسم بالله ما تأخذون أجر ما تأخذون إلا الوزر مرة من أهل قطر تخلونها تشحت الله لا يوفق اللي يدفع حق الجمعيات الخيرية ويخليها هالقطر كده الله لا يوفقه والله لا يوفق اللي اللي يشوف أهل قطر في حاجة ويروح يحط فلوسه برا يا أخي تحطها توكل فيها هذا المرة تعفها تعفها القطر من الحرام من حد يستدرجهم من حد يستقل حاجتهم ما بتروح ما دلوين تحطها يا بيلفيت بير ويش نستفيد من بير ولا نستفيد من المسجد يا أخي إحسانكم وحطوا في هذا الفغار المساكين وروحوا وخذوا أسامي الأرامل والمطلقات من الشؤون وساعدوهم ووظفوا عيالهم اللي ما عنده سيارة اشتروا له سيارة اللي ما عنده وظيفة يجبوا له وظيفة اللي ما عنده باب رزق ساعدوه يفتح له سجل تجاري يعني حرام حرام اللي يصير الدنيا ماشية على الواسطة أسواق الفرجان توزعت حق اللي عنده واسطة المزارع والأراضي توزعت حق اللي عنده واسطة الدنيا أسواق واقف سوق واقف الدكاكين توزعت اللي عنده واسطة طيب اللي ما عنده واسطة ياكل هوا ترى أنتوا المسؤولين والله العظيم المسؤولين شوف عمر بن خطاب رضي الله عنه أشقال قال له واصخله اعثرت في نهر الفرات في العراق وعمر بن خطاب في مكة لحاسبني الله عليها لأني لم أصلح لها الطريق وهذه للناس اللي انتو تحدونهم على الحرام وتحدونهم على الناس الثانيين يستقلونهم تحدونهم على الحاجة تحدونهم على الموت والغهر والأمراض النفسية يرفعون يدينهم يدعون عليكم فلوسكم سد السعر والوعر طلعونها بره حق اللي ما يسوى عشان سووا وفعلوا وشوفوا الجمعيات الخيرية ترى درت عليها اليوم كلها ما حتساعد المرأة قلت لهم ترى ما عندها تاكل ما عندها تشرب أبغي مساعدة الحين تقدرون تساعدونها قالوا ما نقدر لا ما في وين انتكلمنا في تويتر أو في المواقع الاجتماعية قالوا لا تفضحون قطر ولا تكلمون ولا تشينون سمعت قطر طيب شنسوي مثل هذه الحالة شنسوي لمتى وإحنا نخش لمتى وننقطي إلى متى أرجو من كل واحد أمانة عليكم كل واحد يسمع صوتي ينشر الرسالة والله يفرج على اللي يفرج على هذه المرأة تفرجوا عليها بنشر هذه الرسالة وأشكركم جميعاً طيب هذه كانت رسالة صوتية لسيدة قطرية سيدة فاضلة شاهدت بأم عينها معاناة لسيدة أخرى قطرية ليس لديها لا أكل ولا شرب ولا أي شيء في بيتها وزوجها مهدد بالسجن إلى آخره خليني أرحب مرة أخرى بضيفي الكلمين السفير أحمد خطاب وهنا في القاهرة في الأستوديو والأستاذ علي آل دهنيم المستشار السابق بالمخابرات القطرية أستاذ علي أبدأ معك تعليقك على هذا التسجيل هل فعلاً أنا والسعادة السفير في الأستوديو في حالة صدمة لأننا لم نكن نتوقع أن هناك من أهل قطر من يعاني هذه المعاناة هل هناك بالفعل واقع يقول ذلك أول شيء أرحب فيك وأرحب سعادة السفير وأرحب الجمهور العربي والمصري بالنسبة لما قالت السيدة الفاضلة والدتي العزيزة هذا غيض من فيض ليعلم الجميع أن جميع الجمعيات الخيرية الموجودة في دولة قطر شبه مملوكة أو أموالها تتحول في رصيد المجرم الأول والمتهم الأول في الإرهاب هو عبدالله بن خالد الثاني كل أموال الجمعيات هذه هو يتحكم فيها في مصيرها مع أنه لا علاقة في هذه العملية بس كدولة تحكمها عصابة تحكمها الفوضى كل شيء هو متحكم في الأمور الإسلامية والأمور التشريعية والجمعيات الخيرية الأموال هذه بعدين فيه أسامي وعوائل معينة لدى الجمعيات ممنوع أن يشرفوا أموال لهذه الأسر جاية من جهاز أمن الدولة يعني نظام عندنا عجيب غريب الشغلة المهمة أنه ليس مسموح لكل أهل القير أنهم يتقدموا بفتح جمعيات خيرية في دولة قطر تعرف أن قطر تقريبا فيها 35% منها رجال أعمال وأقنياء وهل خير يريدون أنه هذه أغلب الجمعيات كلها باسم ناس من الثاني من الأسرة الحاكمة يعني عملية مقيدة عملية الخير مقيدة سجل الصندوق الزكاء الرسمي للدولة من استلم حمد من خليفة إلى اليوم الأموال التي دخلت فيه تقريبا 35 مليون ريال قطري فقط تخيل هذا بعض المعلومات البسيطة ولكن نحن فعلا أستاذنا الفاضل لم نكن تتخيل أنه فيه مواطنة أو مواطن قطري يعاني البلد بسم الله ما شاء الله غني وعدد سكانه قليل إزاي ممكن هناك معاناة بهذا الشكل الدولة قنية لكن تقسيم الثروة في دولة قطر تقسيم عجيب ومهما كان هذه أنت عندك الأسرة الحاكمة التي تحكم البلد العصابة التي تحكم البلد أنزين لحد الآن هي مغدة تقريبا 300 مليار عندك الفئة الثانية اللي هما الخدم اللي هما بيخدموا العصابة ما أخدم مليارات امتيازات حول الله الفئة الثالثة اللي هما الحاشية الحاشية حاشية يعني تخيل في أسرة في قطر اسمها الخيارين عيلة الخيارين عيلة صغيرة لها موازنة خاصة لأن هذه من الحاشية المقربة إلى هذه هذه تأخذ تقريبا ميزانية دولة فقيرة يعني إيش بيبقى لفئة الشعب اللي هما فئة العبيد اللي هما القسم الثالث يعني ببلد مهما كان فيها أمكانيات بعدين سياسة هذه الدولة لازم هناك يوجد فقر يوجد جهل يوجد تخلف هذا أمر طبيعي نعم والله هما صرفوا تلاثمائة مليار دولار فاتورة خارجية على الإرهاب على الرشوة وعلى قشي الأموال وعلى تنظيم كاس العالم يعني مهما كان الثروة للبلد أنت يتبدد الثروات نعم طيب كأكيد بيكون فيه فيه نشفة فقر وهذا ولا شيء ترى فيه فيه ناس خايفة تطلح تتكلم والدليل أن دولة ما فيها حرية رأي ما فيها حرية رأي طيب خليني يعني أنتقل بالسؤال وبالانطبعات لسعادة السفير أحمد خطاب مساعد وزير الخارجية الأسبق سعادة السفير يتعليقك وتقييمك لما استمعت بسم الله رحمة ورحيم أشد ما يحزنني سماعة هذه السيدة وهي تشكو من الفقر والحاجة في دولة تعد في مصاف الدول الأغنى على المستوى العالم هذه سيدة تشكو تشكو فقر حال أخواتها من القطريات الذين يعانوا الفقر والحاجة والدين في دولة تعد من أغنى دول العالم بالنسبة لتعداد السكان تعداد السكان لا يتجاوز 250 ألف مليارات من الدخل سنويا ولكن لا حول ولا قوات إلا بلا الفساد مستشري وتلك الدخول المهولة كما تفضل الأخ ضيف حضرتك الكريم مقصورة على الأسرة الحاكمة ومن يخدمها ومن يدور في فلكه الأجندة القطرية أجندة مختلفة لأن هدفها هو الخارج مش الداخل تفضلتم واستمعتم منذ عدة أشهر عن الأحوال التي يعاني منها العمال الهنود والباكستانيين والبنغال الذين يعيشون في ظروف غير آدمية بالمرة لإنشاء استدادات والاستعدادات لكاس العالم 22 في قطر أصار استنقار جميع منظمات الإنسانية في العالم لظروف غير المواتية التي يعيش فيها مع أغنى دولة في العالم كان من المفترض أن يتوفر حياة آدمية عادية عادية ليست يعني فاخرة أو فخمة ولكن هذا هو الحال لأن الأجندة مخصصة للأسرة وللصرف على الإرهاب والتنظيمات غير الشرعية والمعارضة حضرتك إعلامي كبير شاهدنا قناة الجزيرة مئات المرات ولمئات الساعة لم أشاهد طوال حياتي منذ تأسيس الجزيرة حتى الآن أي خبر يتناول الحياة الدخلية في قطر وكل ما تتناوله هي الفضائح والدسائس وما يدور حول قطر ولكن الأسرة الملكة لا تمس الشعب القطري وأحواله لا يذكر بخير أو بشر فهي أجندة موجهة للدسائس والخسيسة والوقيعة والأستاذ علي الدهنيم قال لنا الآن يعني أنه هناك تعتيم على هذه المناذج نعم ما هو طبعا من الطبيعي أن أنت حنعرف منين هذه الأخبار ما لم تتحدث سيدة يعلم الله الآن ما صيرها إذا كانت أجهز المخابرات تتبحها ولا يعلموا صوتها فنسأل الله لها العف والعافية أسمح لي أعود من جديد إلى لندن مع الأستاذ علي الدهنيم أستاذ علي السيدة التي نقلت هذه الشكوى تستغرب وتستغيث وتقول أن هؤلاء مواطنين قطريين وليسوا مجنسين هل المجنس اللي حصل على الجنسية أيضا يعامل معاملة كمواطن من درجة ثانية أول حاجة المجنسين عندنا نوعين النوع الأول اللي لهم علاقات اجتماعية في قطر اللي هم فئة البدو اللي هم عيلة الهاجري والمري بالتحديد يعني نعم وهي عيلة كبيرة هنزين في جزء كبير من هالعوائل موجود في السعودية هذا يتم استقطابهم إلى دولة قطر وإعطاهم الجنسية القطرية فيصبحوا قطريين مئة في المئة بأثر رجعي بأثر تاريخي كأنه عايش في البلد من سبعين سنة مع العلم أنه يوجد هناك ناس عايشين في قطر لهم أكثر من سبعين سنة ستين سنة خمسين سنة مواطنين صالحين عايشين لا يملكون الجنسية القطرية لا يملكون الجنسية القطرية كل ما فيه هذه العوائل القطري مئة في المئة بس لا يملكون الوثيقة التجنيس الثاني اللي هو تجنيس فئة العمالة اللي تخدم الأسرة الحاكمة التجنيس الثالث اللي هو الناس المستشارين في الديوان الأميري لاعبين الكورة هذا هو التجنيس ما عندنا تجنيس إنساني نحن عندنا تجنيس وتوطين لفئة أخوان المسلمين لحماس عزمي بشارة الناس اللي جاية تقرب البلد تستفيد من غباء ومراهقة السياسة الموجودة في البلد هذا هذا التجنيس اللي عندنا لكن تجنيس إنساني نحن ما عندنا في البلد فأقول لك ناس اللي هم سبعين ستين سنة موجودين في البلد قبل القبائل المعروفة موجودة في البلد موجودة أصلا طيب السيدة الكريمة اللي احنا استمعنا إلى تسجيلها الصوتي تتحدث عن توزيع المزارع والدكاكين والمشروعات الاستثمارية والأراضي الغالية على المحاسيب يعني ولازم يكون الواحد عنده واسطة كيف يتم ذلك السيد علي والله هذا أنا أعرف قبل لا يسلم لا يسلم الشيخ حمد بن خليفة بانقلاب أبيض على أبوه ناس ما عندها غير راتبها مثل محمد بن فهد الثاني مديرة تشريفات الأميرية هو من الثاني لكن عسكري بدرجة عميد قائد الشرطة العسكرية ما يملك إلا 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 راتبه فقط وراتب العائلة المالكة تعال شوف اليوم هذا الرجل يتكلم في عشرين مليار ثلاثين مليار من أين لك هذا علي بن سعيد الخيارين كان ضابط في الجيش بعدين صار وزير لمدة شهر لمدة سنة أو سنتين هذا اليوم يتكلم بالمليارات رغم سيارته رغم سيارته بس هذا الشخص اللي أتكلم عنه خمسين مليون ريال من أين لك هذا طيب أيوة مليارات مليارات ومزارع وأراضي حمد بن جاسم حمد بن جاسم أبوه ما كان يعطيه مصروف مصروف ما كان يعطيه أبوه شيخ وعنده ثروة كبيرة ومليار دير لكن إنسان بخيل مش هو بيروح يأكل ويشرب في قصر الأمير حمد بن خليفة تعال شوفه اليوم يملك مية وخمسين مليار من أين لك هذا والعمر أصلا العمر اللي هو دخل في السلطة تقريبا 22 سنة ما يأهل أنه يملك حتى لو سرق نعم طيب من أين لك لك هذا إذا هذه الأموال أشخاص أنا حين قلت لك عن ثلاث أشخاص بس يملكوا ما كانوا يملكون شيء ويملكوا المليارات نعم فتكلم عن ألف ألفين شخص خلاص ضاعت البلد طيب سعارة السفير يعني الجماعيات الخيرية اللي احنا تحدثت عنها السيدة وتحدثت عنها الأستاذ علي ألدهنين وتحدثت عنها الصحافة في الفترة الأخيرة والإعلام ومدرجة في قوائم الجماعيات الإرهابية والجماعات الإرهابية يعني نعم كيف يمكن حصار نفوذ هذه الجماعيات بعدما ثبتت بالدليل القاطع أنها متورطة في دعم جماعات إرهابية وزي ما قال لنا الأستاذ علي ألدهنين يعني عبدالله بن خليفة الثاني اللي كان وزير أوقاف وبعدين وزير داخلية هو الذي يعني يموه يعني وفر التمويل والمأوى لخالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر من الوكاة القارونية الموقف صعب جدا لماذا؟ لأن احنا المفروض أن احنا نقدم هذه الإثباتات إلى الأمم المتحدة لفرض نوع من الحظر على الصرف طبقا للقانون الدول إذا كان ثابت كما قدمت مصر والسعودية إثباتات قاطعة الدلالة على أن هذه الأموال تصرف على تمويل الإرهاب الموقف صعب كما ذكرت لحضرتك أنفا لأنه له تسريبات تسريبات دي أولها إيران النهاردة تركيا إذا حول هذه الأموال عبرة دولة ثالثة حيبقى من الصعب بمكان أنك تسيطر عليه وهذا هو المنفذ وهذا هو التحالف اللي قائم الآن هو لما أدرك خطورة الحصار عليه وقوته لجأ إلى طرف ثالثة يكفل له غطاء قانوني وعسكري كما في وجود القوات التركية على الأراضي القطرية حتى يغطي بها تصرفاته اللامشو فالموقف القانوني صعب يعني هناك صعوبات بتواجه قطر نتيجة هذا الحصار لكن هو النهاردة عنده لسه رصيد مالي كبير قادر من خلاله أنه يرفع تكليفة الاستيراد حتى يستغني به عن الطرق العادية السهلة اليسيرة الرخيصة اللي كانت بتوفرها له المنافس السعودية البرية مثلا على سبيل المثال طيب أستاذ علي حضرتك مواطن قطري وكنت مسؤولا في جهاز جهاز المخابرات في قطر يعني كيف تدار الدولة القطرية يعني يهمنا أننا نعرف يعني هذه الدولة الغنية التي كان من المفترض أن تعيش في سلام ويعيش أهلها في بحبوحة من العيش كلهم ليس فقط فئة واحدة كيف كيف تدار كيف يديرها يديرها تميم أول حاجة البلد تدار بأسلوب عصابات ومنهج بأسلوب المافيا الراقي بأسلوب بوليسي بحث للسيطرة على كل مداخل ومخارج البلد تميم تميم واجهة لهذه العصابة لهذه المنظومة تميم ليس هو الأمير الفعلي المتحكم في القرار السياسي السراتيجي لدولة قطر تميم ترتيبه في العصابة أو في المنظومة التي تحكم البلد مثل ما كانت دولة إسرائيل أول ما تشكلت كانت تحكمها منظومة ما يحكمها رئيس دولة أو وزراء طب من رقم واحد في هذه العصابة سيد علي أيوة رقم واحد هو حمد بن خليفة الحاكم اللي هو هرب واختفى خلف الستار حمد بن جاسب عبدالله بن حمد العطية حمد بن خليفة العطية رئيس جهاز أمن الدولة اللي هو غانم خليفة الكبيسي بعدين يجي تميم نزيل السكرتير يعني درجة السكرتير في هذه المنظومة اللي هو حاليا رئيس الوزراء ووزير الداخلية لا ناقة لا ولا جمل طب وما هو ترتيب هذا إنسان يتلقى وما هو ترتيب الشيخة موزة يعني والدة الأمير الحالي وزوجة الأمير السابق في يعني هذه المنظومة يعني هل ما يقال عن نفوذها هو فعلا أمر واقعي فعلا صحيح ولا مبالغات هي هي حلقة المنظومة من حلقتين حلقة ما سكها طرف حمد بن خليفة والحلقة الثانية الشيخة موزة هي عرابة هذه المنظومة كلها عفوا عفوا هي ماسكة هذه هي لها دور مهم هي دورها افساد هذا المجتمع أخلاقيا ونجحت بثمانين في المية افساد التعليم في دولة قطر افساد المجتمع ايوة تغيير التركيبة الاجتماعية داخليا هذه دور الشيخة موزة وفي بعض التدخلات الخارجية من من طرفها نعم طيب يعني دورها فعال نعم بس تميم تميم ورئيس الوزراء هم تنفيذيين للأوامر فقط نعم طيب سعارة السفير نهاردة كنت حاضر مؤتمر تيار الاستقلال لتدشين وفد الدبلوماسية الشعبية لفتح ارهاب يعني الدولة الحكومة القطر ونحن دائما لما نتكلم عن قطر نتكلم عن الحكومة لان احنا نكن كل الحب والتقدير لكل افراد الشعب القطري نحن نتحدث عن الحكومة ايه الخطوات اللي انتو هتاخدوها لفتح حكومة قطر هو عشان يعني ندي المشاهد الكريم لنحة سريعة جدا وفد الدبلوماسية الشعبية المصري كان بيتحرك دائما بالتنصيق مع الاجهزة الحكومية المعنية ولكن بيدافع عن القضايا المصرية في مختلف نقاط العالم بيحق من ضميره وبتعبيرا عن الشعب المصري بدون الالتزام المطلق بالرؤية الحكومية لتلك القضايا في ضوء ما حدث مؤخرا واتحاد الأربع دول العربية في مواجهة هذا الإفساد القطري فإحنا كطيار للدبلوماسية العامة الشعبية المصرية ارتقينا أنه لا ينبغي التحرك بمفردنا لأن هذه هي قضية أيضا الإخوان في السعودية وفي البحرين وفي دولة الإمارات العربية فدعونا تلك الدول على أن يكون لديها ممثلين بحيث ننصق جميعا هذا التحرك ونفضح كل ما لدينا من أوراق تكشف ألعيب وفساد النظام القطري وتأمره على تلك الدول للأربع لدينا لدينا استجابة طيبة من الإخوان في السعودية والإمارات وكان موجودين معنا اليوم دعونا للعقد مؤتمر عام لتدشين أول مبادرة للدبلوماسية الشعبية العربية للتحرك مع مختلف الكتل الدولية والعالمية لشرح ما تقوم به دولة قطر من إفساد لجيرانها والدول المحيطة بها الحقيقة أنا سعيد كرئيس لجنة العلاقات الخارجية في هذا التجمع أن مش بس الدول العربية التي اهتبت بهذا التجمع ولكن العديد من الدول الأجنبية وخاصة من أمريكا اللاتينية ودول أوروبية زي مثلا بلجيكا كل من طالوا الإرهاب وثبت أن لقطر علاقة تمويلا أو تنفيزا أو إيواء وجد معنى وأيد وساهم هذه الخطوة وفتح صدره لمقترحتنا وأن نزور ونلتقي بكتل برلمانية أو شعبية في بلده أستاذ علي الدهنيم هل تعتقد بأن الأزمة التي يعيشها النظام القطري تعيشها الحكومة القطرية الآن ربما تغير من سياساتها الداخلية ربما تحاول استقطاب يعني عائلات وقبائل أخرى إلى صفها لكي لا يكون هناك انقلاب أبيض على الشيخ تميم والله والأزمة أدخلت الحكومة القطرية أو العصابة القطرية إلى العناية المركزة خلاص بدت هي في العناية المركزة وبدأ العلاج قطر تمارس من البداية وأنا قلت هذا الكلام وأعيده وأكرره أنها تتصرف بأسلوب عناد ومراهقة سياسية تبي تظهر من هالأزمة بخروج المنتصر بس هي كل مالها تدين نفسها أكثر يعني اليوم أنت تدري تقريبا في حدود 47 ألف ممنوعين من السفر موجودين لا عليها محكامة من هؤلاء هم العسكريين الجيش والشرطة وبعض الأفراد العائلة المالكة بعض القطريين اللي عليهم كروس في جهاز أمن الدولة ما أخذ احتياطات أن هذا الأشخاص ما يخرجون في أي لحظة من البلد ويشكلون هذا هناك ضغط داخلي لأن البلد مخنوقة أيوة هناك بعض الكثير من البعثات الدبلوماسية سفرت عوائلها الأسعار بدأت يوم عن يوم تزيد مشاكل كثيرة اليوم حمد بن جاسم ليه خايف يعني تميم من سفر هؤلاء هل يخشى أنهم يشكلوا يعني تجمع معارض في الخارج أكيد يعني إذا أنا شخص واحد شخص واحد عامل لهم غصة هو أنا لسه ما تكلمت في أسرار البلد لحد الآن يعني أنا لكل الكلام اللي بقوله كلام عادي وتحليلي للمواقف اللي الصير لحد الآن ما تكلمت الكلام إذا شخص واحد هو مؤثر هذه دولة لا تتحمل عشر معارضين في الخارج ماذا تقصد بأسرار يعني كل حاجة مكشوفة في قطر لا 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 مش كل حاجة مكشوفة هناك تصرفات أخلاقية سياسة استراتيجية تدخل من جهاز أمن الدولة لإفساد هذا المجتمع المجتمع القطري ما زال عليه على عينه وقلبه وعقله وقشاوه وهم لا يبصرون جهاز الشعب القطري لا يعرف إن في مية وخمسين قواده تعمل على إفساد بنات أهل قطر يعني بعيدا عن هذه القضايا بعيدا عن هذه القضايا الأخلاقية خلينا في القضايا السياسية خلينا في الجانب الشق السياسي يعني أنت أنت نفسك أنت نفسك سيد علي هل تخشى على حياتك وأنت تقاهر بمعارضتك للنظام القطري في لندن أمر طبيعي هما هم في النهاية رح يقتلوني وأنا ما عارف هذه الشغلة وهم يعرفون أن أنا ما أخاف وأنا بالعكس حاولت أسوي مشكلتي معاهم بالطرق الودية لكن هما بتعالي تتعالي علي وأنا في بريطانيا أنت مجنون يعني والله أنت ما تعرف تتصرف ليه حاسس أنهم يعني عايزين يقتلوك عادي هم تعيش في بريطانيا وتخرج في لقاءات إعلامية يعني وافترض أن الحكومة البريطانية يعني تخصص لك الحماية يعني وتضمن لك الحماية أنا مواطن بريطاني أنا عندي اللجوء السياسي البريطاني وعندي الحماية الكافية من قبل الحكومة البريطانية وأنا ما أعتقد دولة غطر تتصرف تصرف أحمق لأن أنا عامل احتياطاتي مسجل كل المعلومات اللي عندي في حالة اغتيالي أو حالة اغتطافي مثلا راح تنشر على قناة فضائية تبث من لندن ورح تبث كل هذه الأشرار وهذه المعلومات اللي أنا عندي وهذه مش بصالح للحكومة القطرية وهي تعرف هذا تعرف هذا الشيء نعم يعني من مصالحة تقتلني أو تخطفني أو تدخلني السجل ما رح تستفيد هي الاستفادة إن شاء الله ما يحصل لك أي ضرر بإذن الله يعني يعني والله إذا شيء الله كاتب لي الحمد لله رب العالمين نتمنى لك الأمن والسلام إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا لأستاذ علي الدهنيم المستفيد السابق بالمخابرات القطرية كان معنا من لندن صارت سفير يعني لك تعليق على ما ذكره في الأستاذ علي في النهاية طبعا سيحاول النظام القطري إقصاءه من الحياة هذا هو أسلوب الأسر الحاكمة تجاه معارضيها في الخارج وفي المجتمعات التي تبيح تداول الأسرار قطر دولة صغيرة قزمة اعتقد حاكميها أن المال يمكن أن يوفر لها العظمة والمكان الدولي للأسف من ربوهم من أجهزة المخابرات الغربية علموهم المبدأ الأساسي في المخابرات فرق تسد ديفايد اند رول وبالتالي هم تسللوا من هذا المبدأ إلى يعني بيتهم الخلفي وهو الخليج أود أن أوضح لستك مجددا لا عدوة بين مصر حكومة وشعبا ورئيسا والشعب القطري بأي حد نحن نحترم الشعب القطري ونحترم رغباته الأسرة الحاكمة اتخذت منهجا مصر باعتبارها دائما الشقيقة الكبرى للعالم العربي صابرت صابرت على هذه التجاوزات فترة طويلة وكانت تمد الأشقاء العرب على رأسهم المملكة السعودية بأسرار مؤكدة لتدخلهم في خاص خصوصيات شقيقتها من الدول العربية ومنها طبعا مصر وكان المنطق السعودي أن مع الوقت الناس دي هتعقل وحتكبر وحتعود إلى رجدها وارسلت العديد والعديد من الرسالات التحذيرية للنظام القطري حتى يفيق ويعود إلى رجده ولكن للأسف اللعبة بالنسبة لهم حلوة أمير بيحكم 200 ألف ويتحكم في إرهاب يمتد من الأطلنطي إلى الصين فكان لازم هذه الوقفة العميقة الحاسمة تجعل الأسرة الحكمة تفيق إلى رجلها وتعود لعل للأسف اللي احنا شايفينه حتى الآن أنه مستمر في غيه واستعان بقوة أجنبية مزيد من القوة الأجنبية تأتي إلى أرضه وتستنفي صرواته وتأخذ قرارها بنفسها من الأسرة الحكمة ذاتها نسأل الله نسأل الله يعني أن يعود إلى رجده ويعود إلى بيته العربي مرة أخرى اللي هو محيطه الطبيعي ودائرة الطبيعية أنا أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير أحمد خطاب مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بوفد الدبرومستي الشعب شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بعد الفاصل ماذا دار في لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء النقابات المهنية ماذا تريد الحكومة من النقابات وماذا تريد النقابات من الحكومة سنعرف الإجابة من خلال حوارنا مع اثنين من النقاباء اللي حضروا اللقاء مع رئيس الحكومة دع دفع سيدينا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة